فالانسان ما يكون صاحب هوى لانه ربنا قال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله والحمد لله الدعوة ماضية لا تتأثر والله والقطر ده ماشي براه في ناس بيتلقوا نحن اصل فتحنا الباب فواحد براه بيكسر راسه الجزاء تقول شو بيقع عنا سولي شو نحن قدر ما نجره خليها او داك الاسم من خليفة داك وين واسا اين هو واين دعوته انا بسأل وين مش خرج وجات وحملة حملة لحقات والبغضاء كان بيقول لي ليه اي حلقة وبكر شهاب نحن وين هو بيقول كده حملة لحقات والاباطيل والحسد الان ذهب قال النبي عليه الصلاة والسلام اياكم والحسد او اياكم والبغضاء وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الحسد ومن البغض وانه يأكل الدين في قلب العبد كما تأكل النار الحطر او تتمنى لاخوك الخير مالوخ اللي يتكلم الامام الثوري قال وددت لو ان الناس استقاموا على عبادة ربهم وان جسمي قرض بالمقارب السلف ما كان ذاير يصر اصلا قال بس انا ذاير النازل يعبد ربنا تمام انا ما مهم اصهر ان شاء الله يقطعوني يقرضوني بالمقارب بالمقارب دا السلف كان في لكن الانسان بدافع حبه للظهور يكذب ويحقض على اخوانه ويشمت فينا الاعداء من الحزبيين وانصار السنة والسجمالين والرمدانين ليظهر هو الامام مالك لما صنف الموطأ صنف عدة من الناس موطأات فناداه الخليفة وكان مقربا اليه انا ذاك واخبره بانه سيحرق جميع الموطأات ويترك موطأ الامام مالك فقال له كلمة لوعاها هؤلاء البشر ووعيناها نحن لان صلحت احوالنا قال ما كان لله خالصا فهو الباقي والله ما تفلح يتكذب للعلماء وهو دي كل مرة بيكشاكوش سيدنا كل مرة ما هو ذاك نزار مين ذاك كل مرة جاري جايب وراء لغا زكاني فلان هذه التزكية وما فيه خالص ولا توحيد ولا غيره يعني كنا بنقول ما بده للتوحيد ولا التوحيد ولا غيره وينه وين اين هو اين هو ابحث عن فضولي اين هو وين محل وين دروسه دعوة الى الله وين عنده ورك زكاني فلان نردح له في باطل قاله لا زكاني فلان برضو وزكاني فلان برضو والله هذا من ابطل الباطل والله الذي لا اله لأنه ربنا قال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء متين الناس اللي فهموا الكلام دا متين ان دعوة دار اخلاص لو لم يعرفك احد من العلماء ولم يسمع بك احد من الفقهاء لم يسمع باسمك ولم يعلم حالك ولم يرى مكانك ولكن الله يراه وانت تدعو الى الله باخلاص نية تاني ذا يا شنو قال لم يقل ربنا عز وجل وجاء من اقصى المدينة رجل يصحى قال يا قوم اتبعوا المرسلين رجل ما زكوا اي ذو زكوا الله من السماء الرسل دي اللاته ما كانوا يعرفوا ولا زكوا الوقت داك الى ان جاء قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون ما اللي انت امنت قال وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون ابن عباس قال هذا الرجل وعظ قومه حيا وميتا وقد رفع الله ذكره في القرآن يتلى الى يوم القيامة هل زكابن عنده ورقة عنده ورقة يا خنازي الحب ويفهم ان الدعوة تحتاج الى اخلاص ومتابعة لرسول الله ما فيها لكن تهتم كل يوم جاري سعرنا فلان وزكونا وقالوا انتوا كويسين قالوا انتوا كويسين الصحابة بعضهم زكوا واحد في غزوة واحد والحديث البخاري نودوا اين قالوا ما اجزأ احد اليوم مثل ما اجزأ فلان ما ترك شاذة ولا فاذة من جيش المشركين الا ضربها بسيفه حتى قال الصحابة ما اجزأ احد اليوم مثل ما اجزأ فلان الصحابة زكوما زلتان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انه من اهل النار رواية في البخاري لوز ثابت في البخاري فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة قال الراوي فكان بعض القوم فكاد بعض القوم ان يرتاب مرتاب لكن قال كان لانه شافه بقتل المشركين قتل عجيب ان نبي صلى الله عليه وسلم قال اما انه من اهل النار قال فتبعته فاثقل بالجراح فوضع نصل السيف على الارض وذبابه بين ثديه فتحامل ونهر نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس وانه من اهل النار وانه من اهل الجنة وانما الاعمال بالخواتيم قاتل المئة نفس قاتل المئة نفس ظاهر العمل دعمل من اهل النار لانه ربنا قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وده قتل مئة نفس ظاهر العمل عمل اهل النار ولكن غبر الله له لما علم من صدق نيته واخلاص سريرته لله وادخله الله الجنة رغم انه قتل مئة نفس فمات اهتم بالتسكيات اياك زكو خير وبركة تلك عاجل بشرى المؤمن لكن ما تمشي تفتشه وكل مرة مطلع ورقة صفراء بيطاء حمراء ورافيع موقع راية السلف تسكيات العلماء لفضيلة الشيخ بتاعه الاخره هذا من ابطالبات اشتغل دعوة الى التوحيد الله يعلم اكبره ان شاء الله ما في زول يعرفنا ابدا ليوقع القيامة لكن ربنا يعرفك ربنا يعرفك هذه نصيحتي لنفسي والاخواني ولهؤلاء الشباب وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اشتركوا في القناة